موسيقى تشريزا مي تصل الرياض في زيارة رسمية سمو ولي العهد يبحث مع رئيسة الوزراء البريطانية سبل التصدي للإرهاب والتعاون الأمني والدفاعي أبرز ملفات الزيارة موسيقى موسيقى مجزرة بالسارين في بلدة خان شيخون تضعها على خطى الغوطة قبل أربعة أعوام الضحايا بالمئات بين قتيل وجريح والمعارضة لا يملك براميل السارين إلا نظام الأسد موسيقى 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 في أول جولة خارجية تقوم بها منذ إعلان لندن رسميا البدء في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى الرياض في جولة عربية تشمل المملكة والأردن زيارة تعكس في مجملها التقارب البريطاني مع المملكة تحديدا بعدما كانت ماي ضيفة على القمة الخليجية التي عقدت في المنامة في ديسمبر الماضي علاوة على زيادة وتيرة التعاون الأمني بين البلدين مؤخرا بعدما أكدت لندن أن الرياضة ساعدت على تجاوز عشرات الحوادث الإرهابية في المملكة المتحدة وأنقذت مئات الأبرياء ماي استهلت زيارتها للمملكة باجتماع مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف في لقاء تطرق للتعاون المشترك بين البلدين خصوصا في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة وفيما تزدحم زيارة ميل الرياض بالعديد من الملفات السياسية وأزمات المنطقة يؤكد المراقبون أن الملف الاقتصادي سيكون أيضا حاضرا بقوة في ظل تعاظم التبادل التجاري بين البلدين وتنام التناوء التعاون الاقتصادي الذي يعد نقطة بارزة في العلاقات المتصاعدة بين المملكتين المملكة وبريطانيا حليفان مقربان وتعمل لندن على مواصلة تعاونها الوثيق مع الرياض خصوصا في الملف مكافحة الإرهاب لما للمملكة من تجارب فريدة في هذا المجال زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي للمملكة محطة مهمة في تعزيز علاقات الرياض لندن حيث أشارت مي على أكثر من صعيد إلى أن المعلومات التي تلقتها بريطانيا من المملكة أنقذت حياة مئات الناس في المملكة المتحدة التعاون السعودي البريطاني في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية في البلدين مهم وحيوي للأمن البريطاني مستجدات الأحداث في المنطقة وموقف البلدين الكبيرين منها بالتأكيد محور مشاورات دائمة بين الرياض ولندن لبلورة المواقف المتناسقة التي تسهم في الأمن والسلم الدوليين المملكة تعد حاليا أكبر شريك للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط ومن أهم أهداف زيارة مي للرياض توطيد الروابط الوثيقة بين البلدين كما أن الفرص الاستثمارية الهائلة والشراكات العابرة للقارات التي أوجدتها رؤية المملكة 2030 والاستثمارات السعودية سيكون لها دورها في التقوية الاقتصاد البريطاني كما صرحت مي قبل زيارتها للرياض كما أن التجربة الثرية لمركز الملك سلمان للإغاثة في العمل الإنساني وتقديم المساعدات للدول المتضررة والمحتاجين ب37 دولة حول العالم وفق أطر القانون الدولي جعل الجانب البريطاني يبحث عن آليات لتعاون المشترك والسبل التي تخدم العملية الإغاثية والتنموية للبلدان المنكوبة حول العالم لبرنامج هون الرياض سعود المسعود للنقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هون الرياض عن زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى المملكة عنوين هذه الزيارة ومؤشرات توقيتها ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والمحل السياسي الدكتور عبدالله الطاير ومن لندن الكاتب والمحل السياسي الأستاذ عبداللهاب بدرخان وكذلك الأستاذ هشام الغنام الباحث في جامعة إكستر مساء الخير جميعا وأبدأ بالدكتور عبدالله الطاير أهلا وسهلا بك الدكتور عبدالله زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للمملكة سبق زيارة إلى الأردن وأيضا سبق كل ذلك زيارة قريبة جدا لسيدة ماي للبحرين والتقت فيها جميع قادة دول مجلس التعاون في ديسمبر رمضان نحن نتحدث عن ثلاث شهور زيارتين متقاربتين ما هي الرسالة التي نفهمها من خلال هذا النشاط الدبلوماسي في المنطقة البريطانية أولا مساء الخير لك والمشاهدين والزميلين العزيزين في هذه الفقرة أعتقد أنها متابعة لتصريح تيريزا ماي قالت فيه أن المملكة العربية السعودية هي شريك في الأمن والنماء أو في الأمن والرخاء البريطاني بمعنى أن لدينا جانبين مهمين في مثل هذه الزيارة هي موضوع الجانب الأمني والذي شهدت بريطانيا حادثة قريبة وفي نفس الوقت شهدت رئيسة الوزراء في اجتماعات البنامة بأن المملكة أنقذت البريطانيين مئات البريطانيين من هجمات إرهابية أيضا السيدة تريزا ماي كانت قبل ذلك وزير الداخلية وبالتالي ملف الإرهاب بالنسبة لها مهم جدا الملف الأمني مهم جدا ويتعرف حقيقة أن المملكة من الدول الداعمة للاستقرار العالمي ولمكافحة الإرهاب والتطرف وبالتالي وجودها في المملكة وأول لقاءاتها استهلتها بلقاء سموه ولي العهد وزير الداخلية لأن هذا الملف أصبح يشغل أوروبا بشكل كبير ويشغل العالم كافة الشيء الثاني أن هناك استعدادات الآن سواء في المملكة أو في دول أوروبا لمآلة داعش هل سيتم إعادة تموضعها في المنطقة أو ستذوب في خلايا نائمة أو ما يسمى بالذئاب المنفردة ما هي الأيديولوجيا التي يمكن أن تقدم كيف يمكن للمملكة أن تفيد بريطانيا في الجانب الأيديولوجي بالذات في تهيئة المجتمع لأن يكون صفا في وجه هذه العمليات اللاعبية لا سبح الله أنتقل إلى سيد عبدالوهاب بدرخان سيد عبدالوهاب تحديدا اليوم نرى أن هناك رغبة بريطانية لمد العلاقات وتوطيدها مع دول الخليج وتحديدا المملكة ماذا يمكن أن نفهم أن هذه الزيارة هي الأولى لتريزا مي بعد قرار أو بعد إعلانها تفعيل المادة الخمسيين الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال بريطانيا بسبب قرارها الخروج من الاتحاد الأوروبي ستعاني من مشاكل في ترويج تجارتها وتخشى من خسارة السوق بكاملها في أوروبا وهو كان من أوسع الأسواق بالنسبة إليها لذلك فهي تبحث عن أسواق أخرى ويهمها أن يكون لها تعاون يعني فوق العادة مع دول الخليج بسبب أنها تريد أيضا أن يعني تشارك دول الخليج في ملفات أخرى سواء الملف الأمني أو حتى ملفات سياسية لها علاقة باستقرار المنطقة وأمنها تريزا مأي ذهبت إلى الهند بحثا عن إمكانية تطوير التبادل التجاري ويبدو أنها ستذهب إلى أي مكان يمكن أن تجد فيه مجالا لسد الثغرة أو الخسارة التي يمكن أن تخسرها بريطانيا من خروجها من أوروبا بنفس الوقت يعني بريطانيا وتريزا مأي ترى أن الظرف مناسب لولايات المتحدة أيضا مهتمة بالمنطقة لأسباب لها علاقة بالاستراتيجيات المواجهة مع إيران أمن المنطقة كل ذلك فبريطانيا مقبلة على أن تكون لها شراكة جديدة مع الولايات المتحدة وبالتالي هذه الشراكة تريد أن تعممها وسبق أن أشارت إليها في خطابها أمام قادة الخليج في قمة المنامة أعتقد أن هذا هو السبب الأساسي أمن تجارة وبالتالي يعني أعتقد أن أن دول الخليج تنتظر أيضا مبادرات وأقتراحات من بريطانيا سنرى ما هي النتائج عندما نطلع على التفاصيل إذا كانت فعلا ستعود بشيء إلى بريطانيا طبعا يعني هذا متوقف على دول الخليج ومصالحها نعم سيد الشام إذا ما قلنا أن بريطانيا لديها رغبة في تحديدا اليوم وبسبب الخروج من اتحاد الأوروبي وربما خسارة السوق الأوروبية أو على الأقل التضييق عليها في الجانب الاقتصادي وهي تحاول اليوم البحث عن شركات جديدة استراتيجية على المستوى الاقتصادي كيف يمكن لدول الخليج تحديدا المملكة الاستثمار في هذه الرغبة البريطانية من أجل الاستفادة من حاجة بريطانيا للحفاظ على اقتصادها وأيضا الزخم التجاري الخاص بها وخصوصا في ظل شركات تجارية كبيرة مع المملكة تحديدا أنا أحييك أخي من على سؤالك الدقيق الحقيقة لكن ما أعتقد أن بريطانيا خسرت بخروجها من الاتحاد الأوروبي على أقل النظرة بريطانية تأتي في هذا السياق صحيح أن هذه الزيارة تأتي تحت شعار عريض الذي هو الأمن والتجارة لكن أعتقد في ثلاثة أصول حاكم العلاقة البريطانية مع دول الخليج فانديمنتلز هذه لم تتغير أبدا أولا أن بريطانيا لديها تجربة مختلفة عن بقية الدول العالم حتى ما في ذلك ولاية المتحدة الأمريكية في التعاون مع دول الخليج ومع ملكة العربية السعودية بالتحديد وتاريخ استعماري طويل في المنطقة وهذا يأتي بخبرة الحقيقة ويأتي أيضا بضريبة التي هي أن بريطانيا تجيد حتى تلاعب بالدول العربية عموما تاريخيا الأمر الآخر الذي هو الخروجها من البريكسيت الحقيقة هو البحث عن أسواق جديدة في شعار الآن كبير الذي هو بريطانيا الدولية وليس بريطانيا العضوة بريطانيا يتوجه نحو العالم كما تفضل لحظ ضيوفك في زيارتها الآن للهند والآن تجارة تأتي أولا قبل أي شيء آخر لأن التعاون الأمني الحقيقة بريطانيا ليس يديها شك أن المملكة العربية السعودية جهودها في مكافحة الأرهاب كانت على مستوى في السنوات الماضية تقريبا من عقد وأكثر فالهدف الأساسي من زيارة هو الحقيقة التجارة الأمر الثالث الذي هو أن أرجع لسؤالك الحقيقة الذي يجب أن نستغل أن بريطانيا دائما دائما تدير الملفات وليست في صدد إغلاقها بريطانيا لا تغلق الملفات في المنطقة الحقيقة نحن الآن يجب أن يكون هناك ضغط على بريطانيا أن تغلق بعض الملفات في المنطقة خاصة في ظل انسحاب أمريكي أنا دائما أكرر انسحاب أمريكي لم يتغير انسحاب أمريكي سيستمر مع ترامب وأمريكا الآن تسلم بعض الملفات لحلفائها سواء بريطانيا الآن أو حتى فرنسا بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن يكون هناك ضغط من دول الخليج أن لا يكون هناك تقديم خدمات مجانية لبريطانيا ضغط من دول خليج وعلى رأسيا مملكة العربية السعودية أن يكون هناك تدخل بريطاني في المنطقة لصالحها تدخل واضح الحقيقة وليس تدخل يعني يشوب وهي يعني الحقيقة يعني بعض التناقضات تصريحات إيجابية تجاه إيران بعض الأحيان وعدم ضغط عن ملفات طبعا أنا دخل سنناقش موضوع سوريا لكن لابد يعني نرى تصريحات بريطانية مختلفة تاني تصريحات الأمريكية وهذا حق في صالحنا ويجب أن نستثمر في ذلك الحقيقة وأن نضغط على بريطانيا أن يكون هناك أكشنز على الأرض وأفعال وتغيير حقيقي على الأرض وليس فقط صفقات أسليح من جهتنا وتوظيف لأعمال بريطانية الحقيقة لا بد أن يكون هناك ضغط على بريطانيا في ملفات الحساسة المفتوحة الآن في المنطقة جميعها بلا استثناء خاصة في الوقت هذا الذي بريطانيا تحتاج في دول خليج نعم اتضحت الفكرة سيد هشام أنتقل إلى دكتور عبدالله هنا دكتور عبدالله في إطار ما تحدث به الأستاذ هشام الغنام من ناحية التدخل من ناحية وجوب غلق الملفات التواجد بشكل فعال تأتي خطوات بريطانية تضحت حتى قبل موضوع الانفصال أو تقرير الانفصال عن اتحاد أوروبي من قبل البريطانيين كان هناك خطوة قامت بها بريطانيا قبل حوالي ثلاث سنوات على ما أذكر باتجاه بناء قاعدة في البحرين افتتحت هذه القاعدة في السنة الماضية تقريبا وبدأت تمارس عمالها كأول قاعدة ربما شرق السويس من قبل سنوات طويلة ربما في السبعينات أو الستينات هل هذه الخطوة قامت بها بريطانيا اليوم وهي كانت تدرك أن هناك شيء ما استراتيجيا سيكون وبالتالي يجب أن يكون لدى بريطانيا التواجد في هذه المنطقة عسكرية ولخلنا نؤكد على شيء مهم جدا هو أن بريطانيا هي من أكثر دول العالم فهما للمنطقة وهي من أكثر دول العالم سببا في مشاكل المنطقة وبالتالي البريطانيون لديهم القدرة على فهم العقلية التي يفكر بها العرب وأيضا على فهم التداخلات الموجودة والتي سببت كل هذه الإشكاليات في منطقة الشرق الأوسط هذا جانب الجانب الآخر أنه تصريحات السيدة مي منذ تولت رئاسة الوزراء يعني قالت بأن أمن الخليج هو أمن بريطانيا ورخاء الخليج هو رخاء بريطانيا وبالتالي هناك نوع من التأكيد على الشراكة في بجال الأمن وبجال الاستقرار والرخاء هذه تجعلنا نسأل مرة أخرى أين حدود الولايات المتحدة في انخراطها في المنطقة هل سيتغير شيء مع الإدارة الأمريكية الجديدة هل ستلعب بريطانيا الدور خصوصا أنها لم تعد ملزمة بأجندة الاتحاد الأوروبي بريطانيا في كثير من المواقف أصبحت أكثر مرونة أكثر ديناميكية نعم كانت تعارض كثيرا من القضايا هي مثلا على سبيل ذات تعارض موضوع الحجاب أنك تفرض الحجاب على النساء ونفسها الحقيقة رئيسة الوزارات تقول أنه لا يجب أن يفرض شيء على المرأة ما ترتدي وما لا ترتدي وأنه يجب أن يكون هناك حرية الجانب الآخر أنها أيضا مهتمة بمسألة حرية المعلومة إذا كانت تؤثر على الأمن هي أول من قدمت للمجلس العموم البريطاني قانون أن يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ بالشيء للنصية عاما بعد وستطاعت في 2015 أن تمرر هذا القانون إذن فنحن نتحدث عن أن بريطانيا حتى الأمريكيون ينظرون بثقة كبيرة إلى أن العقل الذي يدير كثير من الملفات هو في لندن هو في بريطانيا وأن الولايات المتحدة هي العصل التي تلوح بها بريطانيا في بعض الأحيان وهي أيضا العقلنة التي يعني تساعد الأمريكيين على ضبط الناس في ملفات أخرى كيف يمكن للثعالب البريطانيين الآن أن يحددوا موقفا واضحا في المنطقة هنا عملية فرز الآن لا يمكن أن تجتمع مصالح دول الخليج وأمنها التي تطالب بها مع مصالح إيران هنا في إشكالية لا يمكن أيضا أن تنسى الماضي نحن أمام مئوية وعد بلفور ماذا تتصرب بريطانيا الحكومة الملكة عازمة على الحضور والاحتفال مع الإسرائيليين لأول مرة كيف سيكون الملف كيف يمكن أن تدير هذه المتناقضات ولذلك أنا أضع الحقيقة نوتريسا مية في قدرها أن تكون مع تشيرشل ومارغيرت تاتشر لأنهم كانوا في تواريخ فارقة في تاريخ العالم وتاريخ بريطانيا نعم تضحت هذه الفكرة أنتقل إلى سيد عبداللهاب بدرخان في إطار استثمار دول الخليج لعلاقاتها مع بريطانيا تحديدا في هذا الوقت هل تعتقد أن سياسيا سياسيا وليس اقتصاديا فقط هل يمكن اليوم التعويل على دور بريطانيا فاعل كما تحدث الأخوة الدكتور عبدالله والأستاذ هشام أن هنا أن بمقدور ربما بريطانيا في ظل التواري الأمريكي أو الانسحاب الأمريكي أو عدم الرغبة الأمريكية في الانخراط بالمنطقة بالإمكان التعويل على دور لندن في إقفال الكثير من الملفات أو الملفات التي تهم دول الخليج تحديدا العلاقات مع إيران إيران ودورها التخريب في المنطقة وأيضا الملفات الأخرى التي تعرفون يعني في المبدأ الدول الكبرى يهمها أن تبقى الملفات ساخنة ومفتوحة ومشتعلة ومتالي فهذا يجلب لها منافع ومصالح تجارية خصوصا بالمجال العسكري هل سبق أنه فعلا في ملف واحد أغلق بفضل أمريكا أو بفضل البريطانيا هذا مشكوك فيه إنما يعني في إدارة للستراتيجية المنطقة يمكن لمريطانيا أن تساهم فيها ولكن تاريزا مي ليست مارجريت تاتشير ولا تشيرشيل حتى الآن هي بالكاد تتلمس طريقة يعني ربما تفاجئنا في فيما بعد بأن لديها رؤية يعني هي ليست معروفة بأن لديها يعني قرار بالنسبة إلى السياسة الخارجية اشتغلت في وزارة الداخلية ولم يكن ولم تكن فعلا لها دور في في اتخاذ القرارات بالنسبة للسياسة الخارجية طبعا هذا يتوقف على مجمل الحكومة البريطانية الأمر الآخر هو أن ما هو ما هو توجه الولايات المتحدة في العادة في السابق يعني بالعقود الماضية يعني كان هناك مثلا مارجريت تاتشير التي كان لها وقفة قوية بالنسبة إلى مواجهة الغزو العراقي للكويت وأثرت كثيرا على قرارات جورج بوش الأب بهذا التأثير يمكن أن نتحدث عن إمكانية وجود دور لبريطانيا هل الأمر الثالث هل تريد فعلا الولايات المتحدة أن تعطي لبريطانيا دورا حتى الآن هذا ليس واضحا وبالعكس يعني ما شهدناه من يعني نتائج اجتماعات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع أركان الإدارة الأمريكية نجد بأنهم بالعكس يعني مستعدون لأن يكون لأمريكا دور أكبر في المنطقة من خلال المملكة العربية السعودية والحجم الاستثمارات التي جرى الاتفاق عليها مبدئيا هذا حجم يعني لا يترك مجال كبير للتحرك مع بريطانيا ولن تكون حتى الولايات المتحدة راضية عن أن تكون لبريطانيا حصة كبيرة إلا إذا كان هناك تفاهم وهذا ليس واضحا حتى الآن نعم سيد هشام تعتقد أن أنت قلت أن لا يمكن أو ينبغي أن لا يكون الموضوع اقتصاديا بحتا لكن هل تعتقد أن المدخل الاقتصادي اليوم ربما يكون مسوّغ أو ربما يكون مدخلا مناسبا وملائما من أجل علاقات سياسية قوية ومن أجل استثمار سياسي أيضا نافع للمملكة المملكة هي العلاقات قوية في وضعها الحال لكن استثمارها بطريقة أفضل أنا كما ذكرت بداية بريطانيا ليست بصدد إقفال أي ملف ولا من مصلحتها ذلك لكن نحاول الآن في هذا الظرف التاريخي الحقيقة خروج بريطانيا من بريكسيت أن يكون هناك ضغط تجاه ذلك خاصة في هذا الانسحاب الأمريكي أنا زلت سر أن الانسحاب أمريكي أمريكا ليست راجع على المنطقة كما يتصور البعض أيام الحرب الباردة هذه لن ترجع مرة أخرى كل ما نراه الآن هو تصريحات وضغط اقتصادي فقط على إيران سيكون بريطانيا أنا أتصوقع شخصيا سيكون بريطانيا دور أكبر في المنطقة في قامة ما هو الدور الذي تتوقعه سين ما هو الدور الذي تتوقعه سين طبعا دور الاقتصادي سيزيد لا شك في ذلك التعاون الأمني الاستخباراتي سيزيد مواقف أفضل لبريطانيا في الضغط تجاه إغلاق الملف السوري وضد نظام بشار أسد أنا أتوقع أن هذا أيضا سيزيد لكن طبعا تدخل عسكري هذا طبعا مستبعا سواء بريطانيا أو حتى من أمريكا نعم لكن سنشهد سنشهد وضوح سنشهد وضوح تجاه مثلا مثل ملف الوقوف ضد إيران مجابهة الإرهاب الإيراني مجابهة يعني المحاولات التخريبية لإيران في المنطقة سنشهد وضوح رأينا في العهد السابق في عهد سيد كاميرون كان هناك افتتاح لإعادة افتتاح السفارة البريطانية في طهران ورأينا خطوات ربما تلت الاتفاق النووي أو مسارع لاستثمار لاستثمار الشركات البريطانية في إيران هل سنشهد انكماش ضد عدم وجود شركات بريطانية راغبة أو عدم وجود تعاطي سياسي متقدم مع طهران في المرحلة المقبلة أنا أعتقد في مقدورنا ذلك بسبب هذا الظرف التاريخي وليس ليس أي سبب آخر بسبب خروج بريطانيا من بريكسيت بسبب توجهها للمنطقة بسبب محاولة زيادة حصتها نضغط هو لن يحدث تلقائيا من دون ضغط منه الحقيقة نعتقد نعتمد على تصرفاتنا نحن ودول الخليج بالتحديد تستطيع أن تضغط وأن تكون على الموجه لصالحها الحقيقة دول الخليج قدراتها الاقتصادية وضعها الآن في العالم العربي قدرتها حتى على التأثير على بقية الدول العربية وعلى العالم الإسلامي برغمتها طبعا رأسها المملكة العربية السعودية بمقدورها الآن أن يكون لها دور فاعل في الضغط على بريطانيا لتغيير بعض سياساتها خاصة الودية مع إيران أنا أعتقد هذا قابل للتحقيق الآن وفي فرصة كبيرة لا يجب التاريخ لا يكرر نفسه دائما قد يكون هناك حقبات جديدة لا يجب أن نتوقع أن نرى ما حدث في السابق أن يحدث مرة أخرى نفس الصيقة نفس السيناريو نعم دكتور عبدالله بين الأستاذ عبدالله والأستاذ هشام هناك تباين فيما يخص الدور الأمريكي أو الوجود من العدم أستاذ بدرخان يقول أن أمريكا موجودة والأرقام وشكل التعاون يثبت أنها ليست في ورد تسليم المنطقة وتسليم قدراتها وإمكانياتها وتواجدها إلى بريطانيا الأستاذ هشام يقول لا أمريكا يبدو أنها تنسح بهدو وتحاول تسليم الملفات وعلينا أن نستغل ذلك بين هذين الموقفين تجد أين تقف رأيكم في هذا الموضوع أولا أنا أعتقد أنه فقط تعليق على الأستاذنا عبداللهاب أنه لم يكتب التاريخ عن شيرشل إلا بعد أن رحلت شيرشل ولا عن تارشل إلا بعد أن رحلت ومواقف أو ظروف الدولة أو ظروف المحيطة بأي دولة هي التي تصنع قيادة مختلفة ويمكن أن يشار إليها أنها عبرت ببلادها أو بالعالم من حولها ظروف صعبة وأعتقد أنه ليس هناك أصعب على بريطانيا الآن من خروجها من الاتحاد الأوروبي ومن التفاوض الذي تم إقراره الآن على بدء عملية الخروج بعد أربعة واربعين عاما وهذه ليست بالحوام الهينة وخسائر قد تصل إلى حوالي خمسين مليار جني هسترليني فإذن ما تفعله تريسا مي في هذا الظرف هو الذي سيقول لنا لاحقا بأنها كانت يعني قائدا متميزا أو غيره هذا الشيء الشيء الثاني أنا أتفق الحقيقة مع الذين يقولون بأنه لم تتبلور سياسة الإدارة الأمريكية الخارجية حتى الآن نحن كل الذي نسمعه هو نوع من التصريحات نوع من الوعود هناك حتى الآن لم تتحول هذه التصريحات وهذه النوايا إلى أعمالا على الأرض حتى الآن لم نجد شيئا لم نجد ما يمكن أن نقول بأن الإدارة الأمريكية قد تغيرت أنا أشك أن يكون هناك تغير حقيقي تجاه إيران بذاتها ولكن قد يكون هناك فعلا تغير لاحتواء يعني طرفيات إيران في المنطقة ميليشياتها الموجودة في المنطقة لأن الأمريكيون والبريطانيون يعرفون أنك إذا حصرت إيران خارج حدود إيران فإن ذلك هو أفضل وسيلة لإسقاط ولاية الفقه داخل إيران لا يمكن لولاية الفقه أن تبقى ومتمسكة بالحكم إذا سقطت طرفياتها الموجودة في لبنان وموجودة في سوريا وموجودة في العراق والعالم اليوم أمام اختبار حقيقي بعد ما حصل اليوم بسوريا والذي يمكن أن نتحدث عنه لاحقا هل يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ بهذه المجزرة غير الإنسانية التي حصلت ونشهد تحولا حقيقيا في السياسة الأمريكية أعتقد أن الظرف مواتي لكن حتى الآن أنا أميل إلى أن الولايات المتحدة حتى الآن لا زالت تصدر وعودا وليس أكثر نعم سيد عبدالوهاب بدرخان تعتقد أن يعني زيارة مي ربما تكون مقدمة ربما لأمور أكثر من ذلك يعني ربما نشاهد كما تحدث الزميلة أنه ربما نشاهد دور فاعل بريطاني يعني أن بريطانيا اليوم لن تكون بريطانيا وهي في الاتحاد الأوروبي الديناميكية الدبلوماسية البريطانيا اليوم هي في حل من بعض التزامات الاتحاد الأوروبي وبالتالي الهامش هامش المناورة أصبح يعني كبيرا لممارسات دبلوماسية ربما هي لدى بريطانيا هي بالفطرة أو ربما بالتاريخ يخبرنا عن ذلك لابد لابد أن نرى أن بريطانيا خلال مرحلة ديفيد كاميرون وأيضا المرحلة السابقة له كانت إلى حد ما منكفئة خلال خلال عهد ديفيد كاميرون تحديدا لم يكن هناك سياسة خارجية كان هناك مجرد ردود فعل أو مبادرات وكلها متعلقة بالبحث عن استثمارات البحث عن قروض البحث عن أي شيء يمكن أن تحصل فيه على مبالغ لسد العجز وبالتالي أي سياسة خارجية لم نلمسها سوى في عهد توني بلير وكانت الحقيقة كارثية الآن ربما لأن هناك متغيرات بريطانيا مضطرة لأن لديها دور ودور مبادر وحيوي بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي ولأنها بحاجة إلى مصالح تجارية أكبر لابد من أن تقدم رؤية سياسية ترضي الشركاء الذين ستتبادل معهم وكما أشار ضيفكم في الفلسطوديو يعني لابد أن تكون أوضح مثلا بالنسبة إلى مسألة إحياء ذكرى عهد بالفور لا بد أن يواكبها مثلا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خصوصا أن هذا الموضوع سبق أن نوقش وسبق للبرلمان أن اتقذ فيه قرارات ولكن ترك القرار للحكومة أما أن تتحدى العرب بمثل هذه الاحتفالات ثم يبقى الأمر كما هو الآن هذا فعلا مخزي شكرا لك سيد عبدالله بدل خان ابقى معي إذا سمحت ابقى معي دكتور عبدالله أستاذ هشام نتابع فيه هنا الرياض بعد فاصل قصير مجزرة خان شيخون اختبار صعب للمجتمع الدولي الإدانات تتوالى والمراقبون يتساءلون عن البند السابع للأمم المتحدة قبيل الاجتماع المرتقب لمجلس الأمم اشتركوا في القناة موسيقى 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 ليست إدلب الأولى وقد لا تكون الأخيرة مجزرة جديدة وعار جديد في وجه المجتمع الدولي الذي يبدو أن المرؤة ليست في قواميسه مجزرة خان شيخون التي فجع العالم بها وكأن تلك الدول التي نددت وأولها دول مجلس الأمن لا تدرك توحشاً نظاماً ودمويتاً النظام السوري الذي وضع اليوم في كل بيت سوري ثأر معه يقف متحدياً وخلفه الروس والإيرانيون مدافعين ومنافحين صور جوثة الأطفال الذين يبدو أنهم قضوا بعد تشنجات شديدة تعرضوا لها ترسل رسالة واضحة أن هذا العالم خطر انطرت خان شيخون بغاز السارين وهي ذات الأسلحة التي تعهد النظام بتسليمها وأتلافها لكن ذلك لا يبدو واقعاً وحقيقة إلا حقيقة واحدة أن النظام ينجو ويتخطى كل جريمة باقتدار كيف لا وهناك من يدافع عنه ويذود لا لشيء سوى أن هذا النظام الذي تعهد بحرق سوريا ومن فيها يبدو أنه يحظى بدعم لا نظير له لتنفيذ ما توعد به وكل ذلك أمام ما يسمى المجتمع الدولي هنا حيث تلفظ الإنسانية أنفسها الأخيرة بخان شيخون بعد أن لفظ هؤلاء الصبية الصغار أنفسهم وقد خنقها غازل كلورسام أو الأعصاب كما يسمى قرابة المئة ضحية شخصت عيونهم متأملة لمجرم لم تشهد البشرية مثله ومرجعة إلى الذاكرة صور عصافير جنة مثلهم سبقوهم في غطتي دمشق قبل أعوام وبيد أسدية أيضا يد تجاوزت ما رسم لها من خطوط حمر كما تجاوزت على طول الأيام وكثرة الاستفهامات ما يمكن أن ينالها من عقاب بسيف الأمم ردود الفعل الدولية كانت عالية الصوت أيضا كحال المجازر السابقة فيما لا يدري أحد هل ستكون عالية الأداء حيث طالبت كل من فرنسا وبريطانيا مجلس الأمن عقد اجتماع طارئ فيما طالب المبعوث الدولي والأمم المتحدة نظام الأسد بتقديم توضيحات وفيما وصف الاتحاد الأوروبي ومنظمة حضر الأسلحة الكيميائية الهجوم بالوحشية نفت روسيا قيامها بأي غارات بالمنطقة ليصف مسؤولون أتراك الجريمة بجريمة حرب فيما قال الاتلاف الوطني السوري بأن القصف بالغازات يضع أي مفاوضات جرت أو كانت ستجري في مهب الريحة أن ما حصل اليوم بأن هذا يهدم ويقوض ما تم الاتفاق عليه في أستانا وبالتالي هذا كمان يلعب بالنار وتركيا علقت مشاركتها في أي اجتماعات لها علاقة في قضية التفاوضات السياسية بعد هذا ما حصل اليوم يجب أن يكون هناك ليس استنكار وإنما خطوات فعليا ملموسة من جميع الدول العربية والإسلامية ليعلم هذا النظام بأن العالم لن يسكت على هذه الجرائم روسيا التي أنكرت قيامها بأي قصف لخانشيخون سرحت طائراتها بسماء مدن إدلبية أخرى مودية بحياة 16 مدني في سلقين والعديد من الجرحى في سراقب فيما طال القصف الأسدي كل من زملكة ودومة وسقبة وجسرين بريف دمشق ناهيك عن غارات طالت كل من جوبر والقابون الدمشقيين وطالت أيضا مدينة درع البلد جنوب البلاد لبرنامج هنا الرياض علي تباب تعمق في هذا المحور الخاص بمجزرة خانشيخون كيف يمكن أن تؤثر على مسارات أي مفاوضات سياسية أو عسكرية مقبلة وماذا عن إدارة ترامب وموقفها من هذا الاختبار نواصل مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب والمحل السياسي الدكتور عبدالله الطيار وعبدالله الطايرو من لندن الكاتب والمحل السياسي الدكتور عبدالله هاب بدرخان وهشام الغنام الباحث في أكستر مساء الخير جميعا وأبدأ معك هشام يعني اليوم شهدنا مجزرة جديدة في خانشيخون النظام رغم الكثير من الجرائم الكثير من الدم هجمات متنوعة هي ليست الأولى بالنسبة للنظام فيما يخص هجمات الكيماوي وغاز السارين ودوائر استخباراتية غربية تتحدث عن وجود كمية كبيرة منذ 2013 لدى النظام وتحذر من ذلك اليوم هناك ضحايا تعتقد أن هذا أن ما جرى اليوم سيشكل ضغطا كبيرا على الواقفين ضد أي مشروع يدين النظام أو يتخذ إجراء ضد النظام في مجلس الأمن تحديدا الصين وروسيا والحقيقة في معادلة لم تتغير يعني كنا نقول ذلك مداية الأزمة السورية لا يوجد شيء اسمه مجتمع دولي ولا يوجد شيء اسمه تدخل إنساني فيها سوريا ليست ليبيا ولا تشكل أي همية لمعظم دول العالم الرئيسية والمهمة لذلك سيتم تجاهلها الحقيقة تصريحات شون يعني دعنا من روسيا الآن والصين تصريحات شون سبايسر يعني متحدث رسمي باسم البيت الأبيض الحقيقة غريبة يعني لكنها متسقة مع هذه المعادلة يعني هو استنكر الحقيقة ما حدث ثم قال أن وجود النظام السوري هو واقع سياسي لا يمكننا فعل شيء بصدده الحقيقة هي تصريحات يعني غريبة يعني في مثال توقيت يعني تصريحات الأوروبية كانت أفضل بكثير أنا ربط الحقيقة بمحورنا الأول التغيير قد يكون من أوروبا يعني أمريكا لا أنا أعتقد أن أمريكا لا تفعل أي شيء في نفس السوري التصريحات المريطانية الأوروبية عموما كانت جيدة واضح أنها متجهة إلى ضغط دولي ولا تجريم يعني قوي لما فعله النظام السوري ولا تجريم بشار أسد شخصيا أما الصين وروسيا أنا لا أعتقد سيكون هناك أي تغيير في موقفهم حتى بوجود حتى لو ثبتت هذه الجريمة بالنسبة لهما لأنه يكون هناك تغيير لأن مراهناتهم عن نظام السوري هي مراهنة أكبر من نظام السوري نفسه هي تحدي للغرب وهي ضغط على الغرب لكن الملف السوري برمته ليس مهمة لا للطرف هذا ولا للطرف ذاك نعم دكتور عبد الله تعتقد أنه اليوم التعويل على أوروبا أكثر من الولايات المتحدة فيما يخص الملف السوري تعتقد أنه ربما للولايات المتحدة لا يهمها كثيرا شكل سياسي لسوريا وحديث سبايسر جون سبايسر المتحدد باسم البيت الأبيض أن النظام هو واقع موجود اليوم هو يتسق مع مواقف أو استراتيجية للولايات المتحدة وبالتالي الحاجة إلى موقف متقدم من أوروبا هو أكثر من الحاجة إلى اتخاذ قرار من الولايات المتحدة ولدأخ أيمن يعني ما حصل في إذلب اليوم أو في خان شيخو نعم هو شيء يعني شيء يعني يندله الجبين يعني من يهن يسهل الهوان وعليه ما لجرح بميتني إلى أمين وحتى نحن العرب أصبحت مشاعرنا متبلدة أنت تخيل تخيل الصورة لو أن هذا حصل على ضاحية من ضواحي تل أبيب كانت صفارات الإنذار الليلة في طهران وفي دمشق وربما في موسكو لا يمكن أن يسكت العالم لو أن طفلا يهوديا مات بغاز سنين في تل أبيب الإشكالية هي أن هذه المنطقة من العالم لم تعد مثل ما قال الأخي شام لم تعد ذات تأثير في الضمير العالمي ولا الضمير الإنساني مات الضمير الإنساني تجاه هذه المنطقة حتى الذين يخرجون في بعض المظاهرات التي لا تكون إيران طرف فيها أو إسرائيل فإنهم يخرجون كنوع إما أنه مدفوع لهم أو أنه نوع من النفاق ما الذي يمكن أن تقوم به أمريكا وما الذي يمكن أن تقوم به أوروبا هو تحصيل حاصل لأن الفلسطينيون قتلوا من 1948 حتى الآن ولم يتحرك الضمير العالمي السوريون يقتلون من عام 2011 حتى الآن ولم يتحرك الضمير العالمي إذا كان لم يتحرك لحوالي نصف مليون قتيل فالن يمكن أن يتحرك لمئة من الأطفال ومن النساء ومن العجزة قتلوا اليوم كل ما في الأمر الحقيقة هو طلب معلومات ومن هو الملام إجراءات روتينية حتى ينسى بعض أصحاب الضمائر الحية ينسون هذه المأساة التي حصلت اليوم وبالتالي أنا لا أعلق شيئا لا على أوروبا ولا على أمريكا في الملف السوري الملف السوري الآن أصبح يخضع لمصالح ونفوذ الدول وأيضا لمسألة أن هذا عمل إرهابيا أو أن هذا ليس عمل إرهابيا قد يكون من التحريات التي تجرى أن الذي قام به هو الضحايا أنفسهم هم الذين استنشقوا هذا الغاز أو هم الذين قصفوا المستودعات قد يكون الحقيقة أسهل شيء يمكن أن يقوم به مجلس الأمن أو الدول هو تحميل الضحايا المسؤولية هذا هو المخرج الوحيد للضمير العالمي وعندها يمكن أن يضربوا النصرة ويضربوا داعش ويضربوها بأسلحة دمار شامل أو شيء يعني هو لن يحمل النظام بذلك هناك تسويات روسيا طرف فيها إيران طرف فيها تركيا طرف فيها لا يمكن الحقيقة أن يخرج من المجموعة الدولية ما يدين النظام في هذين اليومين نحن كل الذي سنراه ونوع من التهديث ونوع من أو خروج قرارات لا تنفذ كم خرج من قرار دولي في اليمن أو في سوريا ولم ينفذ وبالتالي أنا لست متفائلا لأننا نحن لم نستطع أن نحمي أنفسنا من بعضنا البعض ولذلك لن نستطع أن نحمي أنفسنا وسنبقى عالى على هذا الضمير العالمي إذا كان موجودا ولن يغير الله حالنا إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا نعم أستاذ عبدالوهاب بدرخان تعتقد أن اليوم هناك تغير على مستوى المسار السياسي بمعنى أن هذه الحادثة التي حصلت في خان شيخون ربما تؤثر على المسارات السياسية اليوم يعني تقريبا شبه منسدة على مستوى أستانا على مستوى جنيف وبالتالي الدخول ربما في أمد آخر للأزمة أو ربما توصل إلى قرار بشكل آخر لإنهاء أو لصول إلى التسوية لكن ليس عن طريق هذين المسارين أعتقد أن مسار أستانا قتله الروس أنفسهم لأنهم كانوا الطرف الضامن للجميع وبالتالي فرطوا في جعل النظام والميليشيات الإيرانية تلتزم بوقف اطلاق النار ولديهم إيران أحد الأطراف الضامنة الطرف الوحيد الذي التزم بوقف اطلاق النار هو المعارضة وتركيا لذلك مسار أستانا أصبح بلا أي أهمية إلا إذا كان هناك فعلا نية لعمل جدي نعم لكن سيد بدرخاني دائما كانت تعويل على مسار أستانا سمعنا اليوم سيد رجب طيب أردوغان يتحدث عن تهديد يلوح في الأفق لمسار أستانا لأن هناك مسار أستانا يبني عليه ما يمكن أن يسميه وقف اطلاق النار وهو ليس كذلك لكن التشبث بهذا الموضوع هو منطلق لاستمرار العملية السياسية من أجل وصول إلى التسوية لكن لا شيء من ذلك يحدث نعم ويستشف من تصريحات السيد أردوغان أن تركيا تلوح إلى حد ما بالانسحاب من مسار أستانا طبعا هو لم يقل ذلك إنما هذا ما يفهم من تصريحه لأنه هو يعاتب أو يحتج عند فلاديمير بوتين بأن ما حصل غير مقبول وبالتالي فأنت مسؤول روسيا مسؤولة سواء كانت مشاركة أو غير مشاركة لأنها لابد أن تعلم بأن طائرات النظام هي التي ذهبت وقصفت وبالتالي مسألة المفاوضات في جنيف أو أستانا ضاعت الحقيقة في انتظار أن يكون هناك جهوز أمريكي للعودة إلى العمل مع روسيا من أجل أن يكون هناك صيغة جديدة للحل الطرفان الأمريكي والروسي دائما كان يعبران عن أن جنيف لن تصل إلى حل وبالتالي أستانا لم تتوصل إلى وقف طلاق نار إذن لابد من صيغة جديدة واضح أن الولايات المتحدة ستتأخر بطرح استراتيجيتها بالنسبة إلى سوريا رغم أن ضياع الوقت فعلا هذا سمنه ما رأيناه اليوم في خان شيخون نعم سيد هشام تعتقد أن أوروبا قادرة أنتم طرحت مقاربة بأن أوروبا اليوم قادرة على ممارسة الضغوط في ظل عدم قدرة الولايات المتحدة للانخراط وكذلك كما تحدث السيد بدرخان أن أمريكا غير جاهزة حتى الآن في مسألة سوريا تعتقد أن أيضا أوروبا قادرة أوروبا لديها اليوم مشاكلها على مستوى السياسي الداخلي هناك حالة من الضبابية حالة من الوجودية ربما تبحث عنها في الاتحاد الأوروبي تماسك بعض دوله يعني هناك حالة أيضا تشغل الاتحاد الأوروبي عن قضايا المنطقة أنت تتحدث عن ربما قدرة أوروبية على قطف أو القيام بعمل سياسي معين في مصدقية قيدة أنا أعتقد أن أوروبا تمر بمرحلة غريبة لم تحدث حتى 60 سنة منذ اتفاقية روما لكن رغم ذلك على عجالة الموضوع السوري أسهل من ذلك صحيح أن الضغط السياسي تستطيعه ربما الحق في الموضوع السوري لكن هناك ضغط آخر لا بد من تحسين شروط المفاوضات على الأرض بمعنى أن أي أحد الذي أدنى علم في هذا المجال يعلم أن تسليح المعارضة السورية المعتدلة التي تصنفها الدول الغربية أنها معتدلة ممكن بتسليح أفضل هذا خيار كان قام منذ خمسة سنوات وحتى الآن لا زال قائما بالإمكان تعطيل هذه الأسحة لو خشية أنها تقع في الأيدي الخطأ لكن لا بد من تركيع من يحاول إذلال الشعب السوري الحقيقة وهذا لا يمكن أن يكون فقط في طاولة المفاوضات لأن النظام مثل هذا لا يريد بالخروج بحل سلمي ولا يمكن التفاوض معه إلا بعد تحسين الشروط على الأرض والدول الغربية تستيع ذلك وفي فترة وجيزة لو أرادت ذلك شكرا لك هشام الغنام كنت معنا من لندن شكرا لك سيد بدرخان أيضا من لندن شكرا لك دكتور عبدالله الطاير هنا معي في الأستوديو شكرا لكم أعزائي المشاهدين هذا أيمن الحماد نراكم غدا هنا الرياض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة